طيب حنكمل هنا الصفحة اللي بعدها صفحة اتنين وخمسين نقرر كده مع بعض الدوكيمون على الوتيل الهلتون في اوتيل الهلتون خلي بالك من عنوان الدوكيمون لانه دايما بيجيب لك عليه سؤال. طيب هنا بيقول لك انتو غيست بيقولي بعبول اه اين يمكننا ان نذهب غدا. لو جيد المرشد السياحي قال له في الصباح في الصباح سوف نزور المتحف المصري. طبعا التصريفات جايه في زمن المستقبل. مستقبل قريب. طيب التوريست السائح قال اين يوجد المتحف المصري? قال له بيوجد في ميدان التحرير في القاهرة. ماذا يمكننا ان نرى في المتحف المصري? قلّو؟ اون غاوار دي ستاتور دي سكالتور دي بيانتور اي لتغيزور دي تتعان خامون. يعني حنشوف التمثيل والامال الناحتية والامال الفنية والكنز او كنوز تتعان خامون. قال له يلابريم دي ودهر فترة الظهر قلو اون غاو فيسيته لي بيغميده دي أيضا. هنزور الاهرامات او صفى نزور الاهرامات في الجيد. طب اول سؤال هنا. سي بيخصون صن؟ الأشخاص دي بيكونوا. اه يبقى دانزان اوتال. هاختروا الاجابة الاولانية المحادسة دي كلها حصلة فين? في الاوتال في الفندو. لابغيمي دي الظهر. السائح سوف يزور. هقول لي بيغاميد. انا بحاول اقول الاجابات سريعة من غير التفصيل كده للتنين عشان الوقت بس. طيب السائح بيسأل المرشد. سألوا عن ايه? سألوا عن مكان الاهرامات? ولا سألوا عن مكان المتحف المصري ولا مكان الهيلفر. طبعا سألوا عن مكان المتحف المصري. طب سؤال بقى فغيقه فوق. المتحف المصري بيوجد في الجيزة? طبعا الاجابة فوق. بيوجد في القاهرة. قال له هو في مدان التحرير في القاهرة. طيب. لتغيز تفاع فيزيتي للمزيو ايجيبسيا? السائح ده هل هو سوف يزور المتحف المصري? الاجابة فغي BLI صح? او لازبط لك الشكل كده عشان ما تتلخبطش. يبقى الاجابة فرية. مش راضية تزبط. طيب. في فترة الظهر او بعد الظهر. السائح سوف يعود الى بلده. طبعا فوق غلط. بان فترة الظهر وما هيزوروا فين الاهرامات. طيب اسئلة بقى الغيبون بنجاوبها يا ولاد اجابة كاملة. ما تختصرش فيها لو سمحت. يعني لازم الجملة تبقى فاعل وفاعل ومفعول. طيب انا بقول يقوصة غوف ليه بغميد. اين توجد الاهرامات. هبدأ. هقول له كده. اجيب لك الاجابة اهو من الدوكيمو. هنقول. من هي بتوجد في الجيزة. فانا هقول لك كده بالزبط ليه بغميد. ها بدأت بالفاعل بتاعي. ما تسيبش حاجة في الجملة دي. لازم اجابتك تبقى كاملة. ليه بغميد ستغوف اخد بقى الفرب بمعنى توجد ومصرفة كأنها مع عائلة في كس. وبعدين اعايز اقول له المحافظة. الاهرامات بتبقى موجودة فين يا ولاد في الجيزة. بتاخد حرف ا اقصى. واكمل له كلمة الجيزة. كل مدن مصر بتاخد الا اقصى مع عدد تلاتة اللي انا هقول لك عليهم دول بياخدوا. اللي هما مين? او كاغ. وعندي كمان او فيون. معلومة دي مهمة قوي. عشان حروف الجر. وعندي كمان وسيني. وسيني. بالتلاتة دول بس اللي في مصر اللي بيسبقوا بحرف الجر او. في المحافظات. لكن اي محافظة تانية هتسبق بحرف الجر ا اقصى. بغبس تغوفي. ماشي. هنحط له نفس الحروف الجر الخاصة بفربقة اللي توجد فيه. طيب بعد كده كسكيليا او موزيق ايجبسيان. ماذا يوجد في المتحف المصري? هنقول. هتبدأ اجابتك كده بكلمة. يوجد. وبعدين ترص بقى الرصة دي بطل. دي ستاتور. دي سكالتور. دي بيانتور. ايه لات غزوغدو تتعنخ. امنوا تكمل الاجابة. طيب نيجي عند اسئلة مواقف. هشوف جاي من كده يا ولاد. مين اللي بيبدأ المنطف ومين اللي بيرد في الاخر. عشان على اساس كده بختار اجاباتي. انا عندي هنا بيقولي. اهو. ايدي كده على اول شخص بيتكلم. المدرس. ميلو. بتاع مادة التاريخ. بيسألك. تدي بتاعتك انت وعيد عليك انت. بيسألك. ده بيكون ايه عبارة عن ايه. ماذا يكون. هو سألك خلاص. انت بقى احد جاوبه تقول. تغي فيل ده المفروض ان هو ايه يا ولاد. مكان سياحي. يباح اقول له. سي تانسي توريستيك. ديكون مكان سياحي. ده كده تعريفه. طيب. انت تقترح. انت هنا اللي بتقترح على صديقك الفرنسي. تقترح عليه ايه زيارة المتحف المصري. ماذا انت تقول. دايما يا ولاد. اللي هو يقترح بيجي معه الإجابة بسي. اللي هي ماذا لو او ما رأيك. يبقى دي كده صيغة اقتراح. تمام. ما رأيك. طيب. ندخل على صفحة 53 فنكمل التوجي. انت هنا اللي بتسأل. احد المرة عن مكان المتحف المصري. ماذا انت تقول انت بقى هتسأل وتقول ايه? هتقوله. اين يوجد المتحف المصري؟ يبقى بخلي بالي انت اللي سألت وانت اللي مكمل وحتسأل. ما قالكش بقى شخص بيجاوب عليك وبيقول خلي بالك من النقطة دي. طيب انت هنا اللي بتسأل والدك. عن موعيد. مش معناها الساعة. معناها موعيد فتح المتحف المصري. كسكل دي. انت سألت خلاص? ايه اللي بقى? باباك بقى هو اللي حيجاوب بيقول. هيقول لك الموعيد دي. بيكون فاتح من الساعة تسعة للساعة اربعة. اربعة زي اي ساعة بتعدل اتناشر? نقص منها اتناشر تديك الساعة مزبوطة. طيب نمرو سانك. انت غيست تدومان. السائح اللي بيسألك. كمانا اللي قو بيغاميد كسكل تدي. طيب السائح هنا اللي بيسألك. كيفية الزهاب الى الاهرامات? كيف هيذهب الى الاهرامات? كسكل دي. ال 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 هو السائح. ماذا هو حيقول لك? هو حيقول لك ايه? يبا حيقول لك السؤال ده. بوغة لقو بيغاميد سلفو بلاي. هو كده يمسه وسألني. عن كيفية الزهاب ايوة? انا عندي سيغة بوغة لي. واجيب بعدها حرف الجر والمكان. كأني بقول لك اروح المكان ده ازاي? طيب. صديقك. هو اللي بيسألك انت بتادي بتاعتك انت وعيد عليك انت. صديقك بيسألك. عما? او عم ماذا? انت تفعله في في نهاية العطلة. عطلة نهاية الاسبوع. ماذا انت تقول? هو سألك خلاص? انت بقى اللي حتجاوب بتقوله بتعمل ايه في الاجازة? هتقول له الايجابة الاولى. انا بتفسح في الحداياة. طيب. بعد كده نميرو ست. صديقك اللي بيسألك. اي الاثار تحب زيارتها في مصر? ماذا انت تقول? الصديق سأل خلاص? مين اللي حيقول انت? يبقى انت اللي حتجاوبه وتقوله بتحب بتزور ايه في مصر بقى? هنا اول حاجة بقول لي انه قوس النصر? لأ طبعا ده مكان سياحي في فرنسا ومش ماشي مع السؤال. طيب انه المتحف المصري اه انه المتحف المصري اه وبرج القاهرة هتكون الايجابة دي ها يعني بيكون المتحف المصري وبرج القاهرة يبقى دي الاماكن اللي انا بروح. طيب بص الاجابة التالتة. فوق اللي تغيزته ماشي بالنسبة للسياح بيوجد الكثير من الاثار اللي زيارتها في مصر. لأ. الاجابة دي مش ماشي خالص. هو بيسألك عن اي الاثار اللي انت بيمكن نزورها في مصر. فقلت له المتحف المصري وبرج القاهرة. طيب انتو غيز تو ديماند سوكيليا اميوزي ايجيبسيا كسكتول ويدي. سائح بيسألك ماذا يوجد في المتحف المصري? ماذا انت تقول اليه? ده مقر الوي اهيه ظهرت لنا. انت حتقول له ايه? الحاجة اللي موجودة في المتحف المصري. هتقول له وخلوا بالكم من حاجة يا ولاد. الكلمتين دول موجودين في اي متحف في العالم. يعني لو قال لك في متحف اللوف برضو هيكون موجود تماثيل واعمال نحتية واعمال فنية. فدي حاجات سوابت كده في اه 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 اتمتاحة. طب ندخل على اسئلة الجرامير نركز فيها شوية. لو متغو ميلو. فين كلمة ميلو يا مسئل في جيل الكومة دي انا بترجمها كده. لان انا هتكلم عن المترو ده في الجملة اللي جاي. اوكي? المكان اللي بيكون فادي ده بحط فيه ضمير مكان الكلمة الاولانية دي. عشان امنع التكرار. ضمير مفعول. شرح كله موجود على القناة. لو متغو المترو مالو. ايه بقى بغاشك متاء? اترجم الجملة. واشوف المترو هنا هيقع في الجملة التانية يا ولاد. ضمير مفعول مباشر ولا غير مباشر? المترو مالو. نحن نركبه كل صباح. طيب فعلي يركب في اي حرف جر انا ذكرته? لأ خالص. يبقى المترو هنا هيكون مباشر يبقى حل محلو بلو. ليه? لانه مفرد مذكر. هه? انا شرحت الاولى دي بالتفصيل عشان الباقي هحاول اخطر على طيب. طيب الجملة التانية. لغو بغوش الفستان الاحمر. مالو. ما فيكم اهي. منا سوف ترتدي. طيب فعلي يرتدي. ذكرنا فيه اي حرف جر? لأ يا ميس. يبقى الفستان هنا هيكون مباشر. ما فيش اي حروف جر جات قبله. يبقى ححل محلو بمفرد مؤنس. يبقى لا. لا متر. وضمير المفعول كان بتحط فين? قبل المساعد ولا قبل المصدر. قبل المصدر. سارة مالها. سارة نحن سوفة. لأ مش سوفة ده في الماضي. ارسلنا اليها. اليها. هه? انا بتكي على الحرف الجر اهو. يبقى سارة هتقع في الجملة التانية مفعول غير مباشر لان كده الفرب ده سوى مضمونه حرف جر. سارة دي احنا ارسلنا اليها البسكات. يبقى سارة غير مباشر هتاخد الوي. الوي دي بتحل محل المفرد المذكر او المؤنس بس يكون غير مباشر. المفرد بنوعيه غير المباشر. نوميرو كاتر. سيراني بغسير دو كلود. انه عيد ميلاد كلود. افهم الجملة التانية. انه عيد ميلاد كلود. نحن سوف نقدم اليه هدية. يبقى كلود ده هو اللي مقصود في الجملة دي. نقدم اليه. اه ده افغيغ منور قدامي. برب افغيغ من الافعال اللي بتاخد مفاولين. فكلود هيكون ايه بقى موجود في الجملة التانية. هيقع ايه في الجملة التانية. هيكون يا ولاد اه اه غير مباشر. لانه افغيغ يقدم الى. يبقى روح على طول على الوي. طب يمس حرف الاي اللي هو الاي ده. مش هيتعارض مع اله. حرف الاول الفويل? لا. اللو واللا هم اللي بتحاولوا ال الافوصل. لكن الوي سابتة زي ما هي حتى لو جيب بعدها الفويل. البنبوني. مالو اخويا الصغير. يحبوه كثيرا. فيربي يحب. بينسكر معايا ولاد اي حرف جاء لا. بحب البنبون. بحب الفرانسي. يبقى على طول المفعول ده حيكون مباشر ويجمع. يبقى هنحط ليه? هنحط الاداة ليه? او هنحط ضمير المفعول ليه? لا تغفل بورج ايفل. مالو جوس باس فيزيت كون. جوس في ابغير. انا سوف ازوره عندما اكون في بغير. طب فعلي يزور. بيجي معايا اي حرف جاء? لا. يبقى بورج ايفل حيكون ايه في الجملة التانية? حيكون مباشر. لان فيربي يزيتي يزور ما بيجيش مع حروف جاء. طيب وده مكان مفرد مؤنس يبقى لا بيزيت. جو لا بيزيت كون جوس في اپاري. ميز امي اصدقائي مالهم جوس باس ايه? او سينيما. انا دعوتهم الى السينيما. انا مليش دعو بالسينيما. السينيما مكتوبة. هو حد يقولي ده في حرف جاء ومليش دعوة. اللي مكتوب ده ومحطش مكانه حاجة ياولاد. انا بحط مكان الطرف الاولاني ده. بحط مكانه الضمير. ميش هو ده اللي مقصود. بصوا الاسهم اللي انا عاملها دي. هي دي الاشخاص او الاشياء اللي انا بحط محلها الضمير المفعول المناسب. اصدقائي انا دعوتهم. طب هنا يدعو. يدعو. الاصدقاء في اي حرف جاء? لا. يبقى اروح على لي? لدمائر المفعول المباشر الجامعة. ساتو جغافات. ساتو جغافات. الكرافاتة دي مونبيغ بابايا اشتراها بالامس. الكرافاتة دي بابايا اشتراها اشترا كرافاتة. في اي حرف جر قلته لا. الازم اترجم المعنى. لانه هو هو الفربي ياولاد. اشرف ايه? ممكن اشوف معاه مفعول غير مباشر. ممكن اقول لك ياشتري الى ابنه. ابنه بقى مفعول غير مباشر. يبقى خلي باله لازم ترجم الجملة. دي بابايا اشتراها بالامس. يبقى مفعول مباشر مفوضة حط له. بس هحولها الى الى عشان الحرف ده. طيب معبد الكارنك مال وهو ده اللي هتكلم عنه في المكان ده. نحن زرناه او قمنا بزيارته الشهر الماضي. طيب لما اقول لك انا زرت معبد الكارنك. يبقى هل انا كده اه اه حطيت اي حرف جار لأ زرت المعبد. يبقى على طول مباشر وهو مفرد مذكر. يبقى حط له بس هستبدالها. بقى لها بسطرف عشان الفرب ده بادئ بحرفه. صفحات ده مهمة قوي. ملخص اللي برامير كله بتاع اه مفعول مباشر وغير المباشر. بتاع الدمار. لو سينما. السينما. مالها. اه ده فرب قال ليه موجود صح صح له. السينما مالها. نحن سوف او نحن نذهب اليها. الى. اليها. اليها. وصلت ولا لأ. اوه في حرف جر بعد قال ليه. يوم الجمعة. طيب اي حرف الجر او ايه ضمير المفعول اللي خاص بالمكان. مش اي مكان. يكون غير مباشر. بيكون قابله كلمة الى. الاجراك. اسهل ضمير في الضمائر اللي عندنا. هو بيحل محل المكان. اي مكان? لا يا ميس مش اي مكان. بدليل ان انا فوق هنا كان فيه معبد القرنك وما حطتش ايجراك. لان الفعل ده ما فيهوش حروف جر. لكن قال ليه يذهب الى. يذهب الى السينما. يبقى فيه حرف جر. يبقى ده كده مفعول غير مباشر ومكان يبقى ايجراك. ايجراك دي اولاد خاصة بالحالة دي فقط. اللي هو مفعول غير مباشر ويكون مكان. لا ناتاسيو. السباحة. ملع. انا احبها كثيرا. فيربي يحب ما بيكونش معا خالص اي حرف جر. وناتاسيو. هتبقى مفعول مباشر ومؤنس. يبقى حط لها وحس تبدلها. الا باستغف عشان الفربي بدأ بفويل. والدتي تعد الجاتو. طب ما نشوف كده المكان ده هيخص مين? نحن نضعه في التلاج. اللي هو مين الجاتو? طيب فعلي يضع. لما جيت استخدمه مع الجاتو. الجاتو. يضع الجاتو. يحط الجاتو. فيش اي حرف جر قلتها. يبقى حيكون مباشر ومفرد مذكر. يبقى له لومي. نحن نضعه في التلاجة. طيب ليه كل المدرسة ما لها? ايزابيل دي اسم بنت اسم شخص. ايزابيل سباس فا ابي ايزابيل تذهب اليها. فير بقى ليه موجود. الزعيم الكبير فير بقى ليه موجود. ها? يذهب اليها. يبقى حختار مكان وغير مباشر. ده مكان وغير مباشر يبقى على طول. نوميرو سانك لوسي. ها? اسم بنت. جو في انا سوف حاجة كده اكريغ. انا سوف اكتب اليها. بطاقة دعوة. ها? الفيربي ده يولد معه مفعولين. بطاقة دعوة ده ده مفعول مباشر يكتب بطاقة. يكتب دعوة. لكن يكتب الى يبقى ده كده غير مباشر. ومفرد يبقى لوي على طول. المتحف. مالو. بربقى ليه شرف موجودة هالزعيم الكبير. المتحف مالو. نحن نذهب اليه لكي نرى الاثار. يبقى ده مكان عادي. لا يمس في مكان وغير مباشر عشان يذهب اليه. يبقى نحط الايجغل. لو مكان عادي اولاد مباشر بروح على لو واللا والأبوستوف او اللي. لكن لو غير مباشر والفيرب فيه معناه حرف جر بروح على ايجغل. انا لم ارى سامي بالامس. انا سوف اتصل به. اتصل به. فعلي اتصل. فعلي اتصل. يبقى حامل في ايه اولاد? يبقى سامي ده اللي انا حتصل به او حتصل عليه. يبقى حيكون ضمير مفعول وغير مباشر. لان فيه على او به. وهو مفرد مذكر. يبقى حروح على ايه على الوي. يبقى تليفوني. الماتش ده ميلو انت هل انت شاهدته في المنزل? طب فعلي يشاهد. في اي حرف جر انا ذكرته? لا. يبقى الماتش ده هيكون مباشر. ها? هيكون مفعول مباشر. مش غير مباشر. يبقى في الحالة دي هروح على المفروض ده روح على اللوح هحولها للا بستقف عشان حرف له فقائد. المفروض تاخد له عشان مفرد مذكر بس بدي النادي ماله. نحن نذهب اوه زعيم موجود. نذهب اليه في يوم العطلة. يبقى المكان ده هيكون ايه? مفعول ايه? غير مباشر. لانه قليه يذهب اليه. ومدام قلنا الى? يبقى غير مباشر يبقى اروح على الايجراك. عمال الفنية او النحتية. نحن نعشقوها كثيرا. مباشر عادي ولا في اي حرف جر ولا اي حاجة. ودي كلمة جام. يبقى اروح على الليه بتاعة المباشر الجامعة. نكمل نفس نوع الاسئلة. المحطة بعيدة. ميشي وبعدين لكي نذهب اليها يجب ان نركب البس. يبقى المكان ده هيكون ايه? غير مباشر? عشان فيرب قال ليه? بل ايجراك. مش اي مكان تحط ايجراك. اللهم بلغت وقلتها كتير. لو مباشر بنحط له او لا او الابوستروف او ليه على حسب نوعه. لكن لو غير مباشر ايجراك عليه. جوشخ شي ميلونت. انا بحثت عن نضارتي. لكن انا لم اجدها. انا مش لقياها. طب اشوف كده. فيما معناه? في حرف انا لم اجدها. لم اجد النضارة. فيش اي حرف اجر. والنضارة جامعي. باروح على ليه? صح صح يا شباب. القميس ده جميل جدا. انا سوف اشتريه غدا. طب لما انا قلت اشتريه. اشتريه. اشتري القميس. في اي حرف جر? لا. يبقى على طول حيكون مباشر. طب ست شميس مذكره مؤنس. مؤنس طبعا يمس بينا من كلمة ست اهي. يبقى استبدلها بلا. لأ حتكون الا بسطور عشان الفيرب ده بادق بفويل. بغي اتين بل فيل. بغي اتين بل فيل. بغي دي بتكون مدينة جميلة. نحن سوف نذهب. إليها. إليها. حرف الجر بنور اهو. السيف المقبل. يبقى مكان. وغير مباشر في كلمة إيلة وكده. يبقى روح على الإيجراج. هل رأيت أصدقائك بالأمس؟ فبقول لي إيه؟ لا. لأ. أنا اتصلت عليهم. اتصلت بهم. اتصلت بيهم. يبقى فيه حرف جر. والأصدقاء جمر. يبقى روح على لغ. يبقى لازم أترجم المعنى. تُو يمع شتس السيدة؟ هل تحب شراء هذه السوانة أو السيدة؟ فقال له نعم أحب أن أشتريها. ذكرت حرف جر. قلت إيه؟ لا ولا من ولا على ولا فيه؟ لا. يبقى الحاجة دية السيدة كلمة مذكر ومفرد ومباشر. يبقى إلا بوسط غوف عشان الفيرب تبادئ بفويل. هل سيلين بتقضي الأجازة في الكمبانية في الريف؟ فأنا بقول له نعم. هي تقضي فيه الأجازات اللي هو الريف. تقضي فيه. تقضي فيه. يبقى فيه حرف جر فيه. يبقى ده مكان وغير مباشر يبقى يجرك. تمام؟ كلاد إلا. هل كلاد هناك؟ فأنا بقول له جيفو دغي سباس بغلي. أريد أن أتحدث إيه؟ إليه. إليه يبقى يتحدث إلا. يبقى حط الوي غير مباشر. هل أنتو اتصلت على المدعوين؟ فأنا بقول له نعم. لا. شوف المعنى. لا. نحن أرسلنا إليهم. إليهم. يرسل إلا. أرسلنا إليهم بتقوات الدعوة. يبقى حيكون المدعوين دول مالهم يا أولاد غير مباشر وجمعي. طيب السؤال اللي بعد كده هنا بيقول لي. هل تسمع نصائح والدتك؟ فأنا عايز أقول له نعم أنا أسمعها. أسمعها. ما فيش أي حرف جر أنا ذكرته. بسمعها. بسمع كلامها. ما فيش إلا ولا في ولا علا. وليكن ساي كلمة جمع يبقى حط مكانها الضمير ليه؟ طيب هنا سو كافي. هذا الكافي أو هذا المقام. مونونك الاسباس فاق الزعيم موجود. فو فاق سيزان. عمي الكافي ده ماله. عمي يذهب إليه. زهقته ولا ما زهقتوش؟ زهقته من كلمة إليه وبيه. اللي أنا بتكي عليه عشان خاطر ناخد بالنا. إذا كان المفعول ده مباشر ولا غير مباشر؟ يبقى نذهب إليه لكي يذهب هو إليه إلى الكافي ده عشان يشوف أصدقائه. يبقى ده مكان مباشر؟ لا وغير مباشر يمس نذهب إليه. يبقى روح على الإيجراك. المتحف المصري نحن نستطيع أن نذهب إليه تاني أهو. ماشي بالبس. يبقى المكان ده مكان عادي لا غير مباشر عشان قلت إليه. يذهب إليه. يبقى يخد الإيجراك. المتحف المصري نحن يبقى نجد الأثار المصرية. يبقى نجد إليه؟ يعني لما تكلم عن المصر عن المتحف المصري أسفى متحف اللوفغ يبقى نجد فيه منفعش أقول نجده نجد فيه بنلاقي جواه الأنتيكيتيج. يبقى المكان ده بقى إيه؟ بقى غير مباشر يبقى إجراك. ما ده انتي حرف جر في الموضوع. بو زلقوا سينما؟ هل أنتم ذاهبون إلى السينما؟ نعم نحن ذاهبون إليها يبقى مكان وغير مباشر. لولوفغ مضحف اللوفغ غماله. نستطيع زيارته نستطيع زيارته في الظهر. فعلي يزور ما بيجيش مع حرف جر. وده مكان مذكر يبقى نروح على له يبقى طيب الجملة اللي بعد كده اللي هي نميرو ست بقول لي إليا بيوجد الكثير من الناس في السينما نحن لا نستطيع أن ندخلها طيب فعلي يدخل بيجي معها مثلا أدخل السينما أدخل المسرح يبقى حيكون مباشر وحستبدلها بإلا باستغوف عشان هي مفرد والفير بيبدأ بفعال. سيتو بيطلق هذه المستشفى بس هي كلمة مذكر. موم بيغ سباست غافاي. طيب بيغ سباست غافاي معنى ياولاد يعمل فيه. المستشفى دي بابايا بيعمل فيها. يبقى إذا الفيرب ده مالو أو الضمير ده حيكون مالو غير مباشر يبقى يجغل. ليه بيغاميد الأهرامات جوز باس فيزيتو شاكمني الأهرامات أنا أزورها أو أزورها ها كل سنة كل عام. طب فعلي يزور ذكرنا فيه أي حرف جر قبل الأهرامات لا يزور الأهرامات يبقى حتكون مباشر وجمع يبقى هنروح على ليه الأولى. هنيجي بعد كده عند الاكسرسيز آآ الخاص بالتعبيرات اللي هو لوف ولا ولا ولا. طيب أشوف كده هو بيكلمني عن مذكرة ولا مؤنس وشوف أحط مكان على لوف ولا لا ولا ليه. اين تذكرتي؟ ها من يبقى هتدل على ان الكلمة مذكر هقول له لوف ولا ها هو تذكره مذكر. كلمة ايه مذكر وانا عرفتها من لوف ولا ها هو. كمان يبقى هقول له لولي المذكر لوف ولا. اين بطاقتي؟ بطاقة كلمة مفرد مؤنس ما ما بتيجي أمام المؤنس يبقى حط مكانها لوف ولا. ووين من بطاقتي؟ ماشي أين محفظتي؟ المحفظة كلمة مفرد مذكر يبقى لوف ولا ها حط له مكان المذكر. ووين لا سيتادل؟ السيتادل دي كلمة القلعة كلمة مفرد مؤنس ما استبدلها بلا. او صن الموني موفا غونيك؟ اين الاصار الفرعونية؟ يبقى حستبدلها بلا في الجمع؟ جوفو تغيلو جوغنال الاهران. لو لو يبقى مذكر حط مكانها اللو. طيب توفو علي ايه عمر؟ ده جمع خلي بالك هل رأيت عالي وعمر؟ يبقى نحط مكانهم الجمع اللي هو ليه؟ بعد كده ندخل على جزء صفات الملكية. حتبقى كلمة نوم مفرد مذكر وانا بكلم هنا الضمير تو. من فضلك انت مش من فضل حضرتك. طيب كليه كلمة مفرد مؤنس. مؤنس وهنا انا بكلم ميسيو. ميسيو بيساوي بيساوي حضرتك. يبقى فين او ما هو عنوان حضرتك يا سيدي. يبقى كليه؟ هتبقى فطر أدرس. ما عنوان حضرتك؟ أدرس كلمة مؤنس تاخد فطر. لين دا ماشي؟ بقول لي يبقى لين دا. ماشي ما هو اسم صديقتك انت صديقتك الامريكية. هتبقى طن. يا ميسي دا صديقة مؤنس. أيوة. ما هي الحالة المخصوصة بتاعت الامتحانات الحالة المهمة. لما بيجي مؤنس بدء بفويل. باختر له صفة المذكر عشان ما أمنع ان يجي حروف متحركة وارضا. إلزاون بريباري سپاس فاليزة. أفان دو ويجي. دو ويجي. هنا عندي الضمير اللي بتكلم الإيلة في الكاس بكون معها لا لا لا. طب كلمة فاليز كلمة جمع يبقى اروح على الإيلة اللي في النص. هتكلم فيها عشان جمع. لا السيدي بتاعت إيل وإيل. المفرد. طيب نو زفغيون. دي كادو أسباس بروفسور. بروفسيخ شوف شكلها كده مذكر ولا مؤنس. مذكر وجمع. يبقى نو الأخرانية. نو بروفسور. نحن سوف نقدم هدايا إلى مدرسنا. يبقى مدرسنا إحنا. يبقى ناخد النو بتاعت الإي قدامي النو. حتبقى مي عشان جيالي بشكلها الجمع. هل أنتم كتبتم إلى والديكم؟ طيب أنا عندي هنا بكلم الضمير فو. يبقى يكون فتغ فتغ فو. هختار فو الأخرانية عشان فغو جمع. صفات الملكية بتتبع المملوك. مش المالك. طيب ندا أتليفوني أسباس بروفسور. ندا الأول استبدل هالي كده. هستبدلها بقل هي. والقل معها سون و ساوي سي. وبروفيسور مؤنس يبقى تاخد سابروفيسور مدرستها. طيب وصلنا هنا عند السؤال التاسع. هل أخدت ساعتك. الساعة كلمة مؤنس يبقى تاخد تعمونت. طيب نو هنا اللي بتتكلم. نو هنا الضمير اللي بتكلم معه نطغ نطغ نو. وكلمة كلمة مفرد مؤنس يبقى ناخد نطغ الأولى للمفرد. طيب نكمل هنا تصريفات الأفعال. الضمير أون بيساوي مين ومين يا ولاد بيساوي إيل وإلف التصريب. يبقى سورة دي اللي في النص. نو هتاخد نو زيها أبيو نو زي بيو أفعال زود ضميرين. مادام ماري مادام ماري سباس بو غصون فيسا. طيب لو أنا استبدفت مادام ماري هستبدلها باي ولاد بإيل. طيب الإيل هتاخد أنية تصريف بالشكل قدامنا دي اللي في النص. خالي باي لك جايب لك قصة بصرف بس جايب لك الفاري في المصدر. او عيد ضحك عليك صح صح. طيب كم فو؟ الضمير فو هيبقى فو فو زغي تي. مادة؟ سوف تتوقفون عن الكلام. طيب تيو سباس تاغ. تيو هتبقى تاخد تيو في الأفعال زود ضميرين يبقى تيو تكوش. ليزي ليب؟ استبدلهم لي على طول. بضمير يبقى إيلة فك اس. والإيلة فك اس هتاخد تيو بريزونت. تاخد السوي النهاية لأو انت. منذ غير استبدله بإيل هو. طيب الإيل هتاخد أني تصريف دي. الإيل بتاخد السوي النهاية لأو في المغموعة الأولى. كيس كي. وبعدين هختار التصريف. عندي أولاد كلمة كي. زي كلمة هو في الإنجليش. بتقوم بدون الفاعل. فبيجي بعدها فرب. طبية بتسوي إيه في الضمائر. بتسوي إيل. خلي بالك. لما تيجي تحط أي فرب. بعد كي. اللي معناها من. معناها من للعاقل. تمام؟ لازم تصرف الفرب اللي بعدها كأنك بتصرفه مع إيل. طيب إيه يا غجو. خلي بالك هنا جايب لي إيه يا غجو. لأسئلة التراكمية بتاع السنة تانية. يبقى. وعايزها مع الضمير جو. يبقى. وما للأولى دي. دي فيه المدارع. بس هو جايب لي بالأمس. يبقى روح له على الماضي. طب الثالثة اي دي مستقبل. يبقى ما تنفعش. غدا. طيب غدا. أنتم سوف تستيقظون في أي ساعة. طيب. يبقى عايزة اختار في زمن الإيه يا أولاد المستقبل. يبقى هاختار أقلمه ساعد وجنبه مصدر. نيجي عند جزء أدوات الاستفهام. لازم أجرب التغيطة وترجمه. ومعدين أخطاء. ستغوف لموزيد لوف. غيوجة مدحف اللوف. يبقى هقول له. اين. طب دي معناها ايمان. ودي معناها ما. أو ماذا. تسافر إلى الإسكندرية. إن فعقولكم بيا كم. ولا كل أي. ولا كما. كيف ستسافرون إلى الإسكندرية. يا بيسألني عن طريقة السفر. أو وسيلة المواصلات. طيب أنا عايز أعرف بقى كلمة جوغ. هي كلمة مذكر ولا مؤنس. عشان أختر لها أنهي كل. طيب هنا بقول لي كل أي. وكل أي. بس دي للجمع المؤنس. ودي للجمع المذكر. ودي معناها ما. لا دي مستبعدنا خالص. يا دي يا دي. كلمة جوغ يا ولادي يا كلمة مذكر. يبقى جمعها جمع المذكر. ما هي أيام العطلات في فرنسا. ليه اخترت كل دي تاني. عشان كلمة جوغ جمع مذكر. هتبقى بقى. يلا نجربها كده. لماذا أنت تذهب إلى الريف. لكن ما نفعش أقول من. من تذهب أنت. يعني إيه. لا طبعا انت موجود يبقى. مش هسأل عنك بمن. طيب. يبقى أين. أين والمكان موجود في الجملة. لا. يبقى أخترت بقى. لماذا. اسكليا. وموسيق جبسيا. هتبقى كل أخرانية. بمعنى. ماذا يوجد في المتحف المصري. لكن ما نفعش أقول كيف يوجد. ولا كدية. مش هتنفع عشان في هنا حرف. طيب. ايه. كلمة ناسيوناليتي. هتفكر كده ثواني. هي مذكرة على المؤنس. كل ما دي مؤنسة. يبقى حخطر لها كل بالشكل ده المفرد المؤنس. كي ليه. فطر ناسيوناليتي. ما هي جنسية حضرتك. جور باسكتو أباري. الأيام التي تقضيها في باري. هتبقى كم عدد الأيام. وخلي بقى لك كم بياند زي ها وميني بالزبط. بيجي بعدها الكلمات في الجامعة. فأنا هنا بقول لك كم عدد الأيام التي تقضيها في باري. أفون دول موسيق الجبسية أساسة أو أنشاء المتحف المصري. هتبقى من الذي كي أفون دول موسيق الجبسية. نكمل الجزء بقى بتاع الكملات. ركز لي في حروف الجر اللي حكتبها بعد كل فرب أو الأدوات اللي حكتبها. الموسيق الجبسية. الجبسية سوت غوف المتحف المصري بيوجد. يبقى حط حرف جر والمكان. بيوجد فين يا ولاد في القاهرة. أحط أو سواني بس أكتب كاغ صح. أو كاغ. متحف المصري بيوجد في القاهرة. ينفع أقول له لو كاغ زي ما أنتو بتغلط وكده في ناس بتغلط لا يمس. يوجد في. يبقى حط حرف جي الفي اللي هو حيمشي مع المصري. تذكر زي مدينة القاهرة أو محافظة القاهرة. انفرانست. اليابكو دمون يموكم. بيوجد الكثير من الأثار مثله. عايزة تديله أمثلة. أسهل مثال ممكن تكتبه. ممكن أقول له لو لوفر إلى تغفل. دول أسهل حاجتين. اللي هو متحف لوفر وبرج إيفل. مثله. بدته مثال. في الصيف. لزي جيب سياسة بلد في الصيف. المصريون يتنزهون. ممكن أقول ألماغ في البحر. وممكن أقول يا ولاد أو جغدا في الحدائق. اللي اتنين صح. أنا حتتحرف الأو بالشكل ده عشان كلمة جغدا جايبها في الجنب. وهنا ألماغ في البحر. خط أقصان ولا للمؤنس. طيب. أنا جيبت أمبو فيزيتين في مصر. نستطيع أن نزور. طيب. فعلي يزور من الأفعال الطيبة الغالبينة. بيجي بعده. المكان بأداة معرفة عادي خالصة. طب أنا بزور إيف مصر يا ولاد. هقول لي بيغاميت. مثلا إيلو سفينكس. عايز تكتب لي بيغاميت إيلو موسيق إيجبسية براحتك. بس أنا بختار الكلمات السهلة. ما تدخلش على الكلمات الكبيرة المكابرة. أموزيف في المتحف أندغوف. في المتحف يمكن أو إن إحنا بنجد. أكيد طبعا أول حاجة لازم تكون موجودة في أي متحف. لو سمحت. لما تيجي تقول حاجة موجودة هتحطها في صغة النكرة. تمام كده يا شباب. اللي هي التماثيل والأعمال أو اللوحات الفنية. طيب. في يوم العطلة نحن أبوه جايب الأن عشان أصرف هولو. أصرف هولو زي إيلو قال. مثلا أجردان. بل ذهب إلى الحديقة أنا بحاول أجيب كلمات من اللي أنتو حافظها في الكتاب وعرفهم. طيب هنا لقضت غيوم في إيه؟ قوس. أنا يا أولادي يقول لي لقضت غيوم في إيه؟ قوس النصر بيكون لس حلين زيها فوق بالزرق. أنسيت توريستيك. يعني إيه؟ توريستيك. يعني مكان سياحي لو جاب لك أي مكان سياحي زي مثلا الأهرامات زي أبوهول زي برج إيفل زي المتحف المصري وبقول لك بيكون هعرف له الكلمة دي. هقول له أنسيت توريستيك. طيب لو ويكيند أو نجيب تي سيد. يوم العطلة في مصر بيكون هقول له لو فوندورتي. يوم العطلة بيكون يوم الجامعة. الإجابات دي هشيرها معاكم قرب نهاية الترم الأول إن شاء الله. آآ آآ لنماذج الخطبات أو الديالوج أو الموضوع أو البراجراف. ماشي وحنوقف لغاية كده وإن شاء الله الفيديو الجاه هيكون حل الإجزامات اللي بيكون في آخر الوحدة. أتمنى لكم التوفيق جميعا. أقول لكم نرسي بقوئي.